السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحلقة جديدة من برنامج وقفت في هذه البداية وهذه الانطلاق أسمح لنا أن نرحب بضيفنا وضيفكم دكتور مشع العيادة العنزي الإمام الخطيب وزارة الوقاف والشؤون الإسلامي حياك الله وسعى المبارك راهيك ساتك أبرك أمود أخي نتنوع بهذه العناوين في كل وقفة من الوقفات ومع هذا تنوع مضمون ومحتوى نتزود به دنيا ودين إن شاء الله ومن هذا الزاد التعلم من قصص الأنبياء ومنهم سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام في قصته الكثير ولكن من أين نبدأ من هذا الكثير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين المعباد لا شك أن في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأن الله سبحانه وتعالى فبهداهم وقتده فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى للناس رحمة للعالمين ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور والإنسان يعتبر بقصصهم وذكر محاسنهم لأن في قصصهم عبرة وعظة واتعاضا وهداية وتوفيقة ومنهما ذكرت سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أثن الله سبحانه وتعالى عليه قال نعم العبد إنه أواب سليمان هو ابن داود والله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا داود وسليمان علما وسبحان الله لشرف العلم ومكانته ورفعة أهله الله عز وجل نعتهم بهذا الوصف العظيم العلم مع أن الله أعطاهم خير من علم أعطاهم النبوة لكن يقول أن النبوة مندرجة في العلم وذلك لشرف العلم ذكره الله عز وجل ما قال ولقد آتينا داود ولسليمان نبوة قال علمها العلم سبق سبق العلم سبق النبوة سبق النبوة فيكون النبوة من العلم لأن هذا علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين سبحان الله انظر لما يمن الله عليك بالعلم والفضل والسعى أن تستحضر هذه النعم وتشكر الله عليها الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين بعض الناس يعطيه الله عز وجل علما ومكانة لكن سبحان الله قد يكون مبلاء عليه ربما يتكبر وربما يشوف نفسه يحدث لديه العجب كما يقول ويحدث العجب والعجب فأحذره إن العجب أجثرهم أعمال صاحبه في سير العلم الناس يتعجب ويعجب سبحان الله بعلمه و بمنظره هنا دكتور أستحضر الحديث ما بين سيداتنا عائشة ومصطفى عليه الصلاة والسلام عندما وجدته يتعبد فصار الحديث ألم يغفر لك الله عز وجل دماء ألا أكون عبدا شك وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله عائشة أشفقت النبي صلى الله عليه وسلم لطول قيامه وتفطر قدمي وبكائه صلى الله عليه وسلم وتأثره فلما رأت تلك الحال خاطبته خطاب المشفقة المحبة لزوجها فقالت يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخذ يعني هذا الصنع الذي تصنعه ليس صنع عبد مغفور الذنب صنع عبد مذنب صنع عبد يخاف أنت الله أعطاك مغفرة خلاص انتهى الكلام ضمال ماذا جاء الرد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكور الله أكبر يعني كون الله غفر يعني ما تقدم ذنبي الله عز وجل يعني أورث في قلبي حبه بالشكر لأن بالشكر تدوم النعم فقال أبي أكون شكور دام أنا مغفور الذنب أفلا أكون عبدا شكور سبحان الله شوف يعني جمال الرد من حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى الشكر عمل نعم عمله شكرا عمله آلى داوده شكرا وقليله من عبادي الشكر لأن الشكر اللهم اجعلنا من هذا القليل يا رب الله واني شاهد آمين لأن الشكر يكونوا باللسان وبالقلب وبالأعمال باللسان تشكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك بالاعتراف بالنعمة وبالجوارح أن تعمل لشكر الله عز وجل أن تسجد أن تصلي شكر الله عز وجل فهو الشكر يكون لسانا وقلبا وعملا وذلك قال الله عز وجل اعملوا آلى داوده شكرا وقالوا بعد الشكر فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى حينما وهب لسليمان وداود العلم قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وداود الوراثة للأنبياء أبو ذخيل ممنوعة عليهم بالأموال الأنبياء لا يورثهم لا دينارا ولا دينارا فما يتركه الأنبياء إنما يكون صدق أي متروك للأنبياء لا يمكن أن يقسم على الوراثة ليس كنحن البشر حينما يموت الميت نقسم الأموال والتركات ويأخذ الذكر ضعف حظ الأنبياء ولكن عند الأنبياء لا يورثهم لا يورثهم لكن هنا قال الله عز وجل وورث سليمان وداود ماذا ورث؟ ورث العلم والنبوة لم يرث المال لأن لو كان المقصود المال لورث جميع أبناء داود عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل استثنى سليمان فقط بهذا الميرات قبل أن نخرج من هذه النقطة أبناء سيدنا داود عليه السلام بنا قصور أمانة بأنفسنا قبل الآخرين ونحن سبب بعض القصور لأننا لا نقرأ هل هناك أخوة لسيدنا سليمان؟ نعم قيل له سبعة عشر أخا وقيل سبعة وقيل أكثر وقيل أقل لكن الشاهد أن الله أكثر من ابن لكن الذي مدحه الله وذكره في القرآن سليمان فقط عليه الصلاة والسلام الله كلف بالنبوة وكلف بالنبوة والعجيب من أكمل أنواع السعادة أن الأب يكون صالح والابن صالح والأب يذكر في القرآن والابن يذكر في القرآن فرى هذه نعمة عظيمة وبدخين لما جاء الله عز في ذكر إبراهيم وذي يرفع إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت تخيل الأبو يناولها الأبن الطابو ويابن البيت رب العالمين شنو جمال هذا المنظر حينما يصفه رب العزة والجلال في القرآن الكريم درس تربوي لنا يعني كيف تتعامل مع أبنك كيف يعني يعني كيف أن الأب والابن يمدحون مدحا بتطبيق عملي حينما يرفعون بيت رب العالمين إبراهيم وإسماعيل وحينما يأتي ذكر داود وسليمان يعني هذا شرف ومفخرة بدل أن تذكر أنت لوحدك يعني تذكر أنت والابن بدل أن تذكر أنت والابن أنت والعائلة كلها يعني هذا شيء عجيب ومدعاء إلى الفخر والعزة والاعتزاز طبعا العزة والفخر لأنني لذكرك رب العالمين مو أي ذكر يعني لذكرك رب العالمين وفي القرآن الكريم وورث سليمان داود ورث ماذا؟ ورث العلم والنبوة وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين شوف يعني كم أنواع الافتقار والاعتراف من سليمان عليه الصلاة والسلام طيب منطقة الطير شنو المقصود؟ يعني هل طبعا نؤمن كل ما ولكن من باب إن شاء الله التفكر والتدبر لا أكثر ولا أقل منطقة الطير هل هي لغة الطير أم طريقة حياة الطير أم سلوك الطير؟ أعتقد الآية واضحة في قصة الهدهد وهذا الخطاب لكن لنتزود أكثر نعم منطقة الطير أي كلام الطير يعني لغة الطير المنطقة وليس سلوك نعم لغة الطير لغة الطير كان يفهمها سليمان عليه الصلاة والسلام بمعنى أن يأتي طائر يشتكي إلى سليمان من طائر آخر سبحان الله وذكر المفسرين يعني بعض المعاني يعني أن حرف ضاد مع عيني إذا قالها الطير يعني بمعنى كذا وإذا قال كذا معنى كذا فأن سليمان كان يفهم هذه اللغة حتى أن سليمان عليه الصلاة والسلام ضحك يوما من الأيام فقال لقومه أتعلمون مما أضحك فقالوا لا نعلم يا نبي الله فقال أضحك من هذا العصفور يغرر هذه العصفورة بعش كبير في الشام يعني قال عندي عش كبير في الشام فسليمان ضحك لهذا العصفور الذي يغرر هذه العصفورة فكان يفهم لغة الطيور عليه الصلاة والسلام وسيأتينا أنه خاطب الهدهد خطابا وأيضا بل أعجب من ذلك أن سليمان يسمع كلام النمل حينما يتكلم هذا من العلم الذي ورث أحسنت هذا من العلم الذي ورثه وهذه خاصة بسليمان عليه الصلاة والسلام أنه يفهم منطوق الطير ويسمع كلام النمل ويسمع الشجر والحجر حينما يسبح بين يديه وكان يأمر الريح والجن وكانت الجن لا تتجر بين المقام السليمة سيأتينا أنه لما كان متكيا على عصاته مات فخر ساجل ولم تشعر به الجن يعني يقينا لا تعلم يقينا لا تعلم الغيب الله أعلم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن وأنه كان يعلمون الغيب ما لبثه في العذاب المهيد يعني سبحان الله ما كانت الجن تعلم بموت سليمان إلا حينما أكلت هذه الأرض العصة اللي كان متكي عليها لما أكلتها الأرض وسقطت العصة خر سليمان ميتا هنا انتبهت الجن إلا أنه كان ميتا سبحان الله يعني يقولون بقي سليمان أيام وقيل شهور وقيل سنين أنه متكي وهم ميت وهم لا يشعرون دليل العالم هذا على هيبة سليمان عليه الصلاة والسلام وأن الجن لا تتجرى طيب قبل أن نتحدث أكثر نستذكر هنا دعاء لرب العزيز هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بعد ملك سيدنا سليمان لا يوجد ملك في هذه المعمورة لا يوجد ملك نعم صحيح والمقصود في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم الأيام صلى أتاه الشيطان أتاه الشيطان ومسكه عليه الصلاة والسلام يقول حتى وجدت لعابه على يدي وتذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولولا هذا الدعاء لربطته بسارية المسجد لعب به الغلمان لكن كرامة لأخي سليمان لأن من ملك سليمان أن الجن يجري بأمره من ملك سليمان أن الجن يعتمر بأمري سليمان عليه الصلاة والسلام نعم إذن ما زال الحديث بقية نعم صلى الله عليه الصلاة والسلام ويعني نعتبر من قصص الأنبياء نقبل إن شاء الله في حل قادمة بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إنما كنتم دمتم في حفظ الله ورعايتم